مرحباً جميعاً أمد بواني برئيس أفرو أم بير إينانا جنسايداك دكاين كلا ديجي مروياتي هاتيا كرن أوا بسر إزيديان برومت هاتي شهد سالة بريانهو ترستاني داعش شنغال داعجير كرن ودرندترين وفهيترين قناهكاري در حق قلمة بقناه انجام دان أحييكم أيتها السيدات وسادة الحضور وأنتم تلتقون وتستعيدون ذكرى المأساة الإنسانية التي تعرض لها الإيزيديون في مثل هذا اليوم مع إقدام مجرمي التنظيم الإرهابي داعش على غزو واحتلال سنجار وارتكاب أفضع الجرائم لقد كان هدف الإرهابيين الإبادة الجماعية ومحو الإيزيديين من الوجود لكن صمود شعبنا ووحدته وتكاتفه خيب أحلام الإرهابيين فيما لن ينسى الضمير الوطني والإنساني هذه الجرائم التي اقترفها داعش والتي فاقت ببشاعتها وتجاوزت بلؤمها ما حفظه التاريخ من جرائم قتل وإبادة وترويع وتدمير من التي مارسها الغزاة والقتل على مر العصور لقد عشنا بمرارة وغضب ما رأيناه خلال فترة الاحتلال الداعشي من كم هائل وفادح من الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين والتي تمثلت بالقتل على نطاق واسع وبتهجير الذين نجوا من آلة القدل وتدمير ممتلكاتهم ومزاراتهم الدينية وبيوتهم ثم ارتكب وحوش داعش الجريمة الأشد بشاعة والمتمثل بسبب النساء وإرغام الصغار والأطفال على التخلي عن ديانتهم سيحفظ التأريخ للقتل عار جرائمهم فيما سيحفظ بشرف وفخر للإيزيديين العراقيين تضحياتهم وبطولاتهم وصمودهم سيحفظ التأريخ أيضا باقتقدير واعتزاز لابناء قواتنا المسلحة ومعهم البيشمرقة والحشد الشعبي وسائر العراقيين الأصلاء ممن قاتلوا وضحوا واستفسلوا من أجل تحريض مدننا وقرانا ومنها سنجار فسطروا بهذا ملاحم للبطولة الوطنية التي كرست ورخسخت مشاعر الوحدة والأخوة وخيبت ما خطط له الإرهابيون هذه بطولات ستظل تستحق من التقدير والفخر مثل ما نظل نتذكر لأصدقائنا من المجتمع الدولي والجيران ما قدموه من دعم وإسنات كان لابد منهما لتعزيز الصمود وشجاعة شعبنا في تلك المواجهة التي وقف فيها العراق بالنيابة عن العالم كله بمواجهة القتلة والإرهابيين وفي هذه المناسبة التي تلتقون فيها نؤكد دعمنا وسعينا وعملنا من أجل تأمين كل ما يمكن تأمينه لصالح عودة طوعية وكريمة وفي ظروف آمنة للمهجرين والمهاجرين من الإزيدين وسائر العراقيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب مع الإرهاب على الهجرة أو أرغم على ذلك بفعل سياسات التهجير الإرهاب والتهديدات التي تعرض لها ونؤكد بهذا الصدد على ضرورة الإسراء بتنظيم الإدارة في السنجار وتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات المادية والخدمات الأساسية من أجل عودتهم من مخيمات النزوح إلى محل سكناهم والذين بدأوا مؤخرا بالعودة الطوعية من المعيب فعلا القصور والتقاعس الخطير في تلبية متطلبات أهلنا في السنجار أؤكد على ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية والتي تمنع إنصاف ذوي الضحايا فيجب تغلب مصلحة الضحايا وذويهم وهنا أدعو القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والترفع عليها وصولا إلى الحدول الإدارية والأمنية المطلوبة لخدمة الإيزي دين وجميع مواطنين الذين عانوا بفعل الإرهاب وجرائمه وندعو أيضا إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة العراق وتعويض المتضررين والعمل على تخفيث معاناتهم لقد تحمل العراق مسؤولية نهوض بواجب الدفاع عن الإنسانية بمواجهة تنظيم إرهابي دولي عابر للجنسيات والحدود وللقارات ومن هنا تتأكد ضرورة المسؤولية التضامنية الدولية في المساعدة وفي العمل على تجاوز ظروف ما بعد المواجهة وإعادة البناء وتخفيث معانات الضحايا العراقيين يجب علينا نحن في الجهات الحكومية ذات الصلة العمل بجدية أكبر مع الأمم المتحدة والدول الصديقة على مشروع يحول هذه الدعوة إلى برنامج عملي ولا يقل أهمية عن ذلك العمل الحثيث والمخلص من جميع أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وكذلك أصدقائنا في الخارج على تكثيف الجهود في البحث وتأمين المعلومات للمساعدة في معرفة مصير المفقودين والمختطفين وتحرير الأحياء منهم حيث يربو حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا عدد المختطفين الإيزيديين على 2500 مختطف ومختطفة ما زالوا مغيبين من أصل 6417 مواطن إيزيدي عانوا الخطفة والتغييب كما نعمل إسراع الأخوة في مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الناجيات الإيزيديات والذي أرسل من قبل الرئاسة الجمهورية للمجلس قبل أكثر من سنة نؤكد هنا أيضا ضرورة دعم الجهد الدولي للتحقيق في جرائم داعش بالعراق والذي تأسس بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 2379 لعام 2017 وذلك بالتنسيق مع الجهات التحقيقية العراقية والقضاء العراقي بشأن جمع الأدلة والوثائق ومحاسبة قيادات وعناصر داعش الذين هم الآن في قوضة الدولة العراقية أو في قوضة دول أخرى وداخليا سيداتي سادتي نؤكد أهمية محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش لمدننا وقرانا وما نتجت عن ذلك من أضرار مادية واعتبارية في قواتنا الأمنية والعسكرية وما تعرضت له المدن وسكانها الآمنين العزل وحتى لا تتكرر المعاسي لا ينبغي بأي شكل من الأشكال التهاون في أسباب هذه المأساة ودواعيها ومسببيها نعرض أيضا الدعوة لأهمية فتح المقابر الجماعية أكثر من ثمانين مقبرة جماعية مكتشفة في سنجار لحد الآن وبصورة علمية ومهنية وجمع وحفظ الأدلة والوثائق التي تؤكد إدانة إصابات داعش الإرهابية أن النجاح في تحقيق هذه المساعي هو بعض من استحقاقات الإزيديين الكرام بل هو استحقاق وطني وإنساني وبما يحول دون تكرار مثل هذه الجرائم ضد أي مكون من المكونات العراقية وضد أي مواطن نؤكد مسؤوليتنا إزاء أنفسنا قبل أي شيء آخر من أجل عمل حثيث ومنظم وعلى مستوى العالم الإسلامي لتشخيص دواعي التطرف والغلواء في الكراهية والقتل والتدمير لدى الجماعات التكفيرية والمتطرفة واشتثاث واستئصال هذا الفكر والسلوك المنافي للقيم الدينية الحنيفة ولتقاليد الحياة الإنسانية السليمة لا بد من عمل مشترك لمحاصرة وإيقاف سبل وتمويل ودعم التطرف والحيلولة دون حرية الحركة والعمل لهؤلاء الأفراد والجماعات التكفيرية لا بد من اتفاقات وبرامج عمل مشتركة تحقق هذا وتجرم كل من يساعد أو يغض الطرف عن تنمية وتفاقل العمل الإرهابي بمختلف تسمياته ويحول دون القضاء عليه قضاء مبرم مرة أخرى إخواني وأخواتي في يزدى والمنظمين لهذا المؤتمر أحيي جهودكم وأحيي من خلالكم النشاط المدني الساعي لإرساء قيم السلام والتعايش والاعتدال والتسامع نأمل ونعمل على أن نصل إلى نتائج مطمئنة بخصوص المفقودين والمختطفين وبما ينهي معاناة عوائلهم نترحم دائما ونذكر بفخر واعتزاز شهداءنا المجد للأبطال صناع الحرية والنصر والسلام وشكرا جزيلا شكرا جزيلا